أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إجمالي صدرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويا مشيرا إلى أنه لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17 إلى 18 بالمئة ففي عام 2030 سنصل بقيمة الصدرات إلى نحو 145 مليار دولار وخلال اجتماعي لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصدرات من القطعات الإنتاجية المختلفة أكد مدبولي جهزية الحكومة للاستجابة إلى أي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليا والتوسع في الصناعات القائمة مضيفا أن الحكومة لديها قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها وهناك حوافز ستقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات وأشدد رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في إتاحة الموارد الدولارية مؤكدا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة ترجمة نانسي قنقر